السلام عليكم و مرحبا بكم شخشوخة بدون غليطة او شخشوخة تضفر بدون غليطة هال شخشوخة تجيبنينا و رائعة و ما تتعجنش انتمنى تجربوها و تخلو لي تعليقاتكم يعني هال شخشوخة شريتها تقدرو يعني كذلك تديروها في الدار يعني سهلة يعني هذي اللي شيتها كما لمور فنخدمها عادي جيبنينا و ما تتعجنش بارك لازم تصفوها بعد نحولها شوية الفارينة لجي معاها بعد ما صفيتها و نحيت لها شوية الفارينة هذيك لجي معاها راح نضيف لها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ولا زيت العادية هنا يا بهذا الطريقة صدقوني اكيد راح يعني ما راحش تلقوا مشكل فطيبتها نضيف لها ملعقة كبيرة من الزيت و نحاول يعني شخشوخات تشرب جيدا الزيت و نديرها تفور المرة الاولى يعني هي يبسة تشمخوها بالزيت فقط و نديروها تفور للمرة الاولى بعد ما فارط المرة الاولى راح نضيف لها كمية من الملح و الماء يعني نشمخوها بالماء و الملح بعد ما فارط المرة الاولى نضيف كمية من الملح و نشمخها بالماء و نخليها تريح قليلا حوالي عشر دقائق يعني شخشوخة هناك تشمخوها المرة الاولى بالماء يعني بعد ما فارط المرة الاولى و تشمخوها بالماء خلوها ترتاح و تتشرب جيدا الماء ما لازمش تردوها غي كما تشمخوها بل كو تردوها تفور المرة الثانية هكذاك راح تتعجلكم بعد ما يعني شمختها و خليت شخشوخة ريحت في نفس الوقت راح نحضر مارقة شخشوخة عندنا حبة جازر حبة بصل كمية من الحمص طيب و قطعة من اللحم او الدجاج القصبر و المعدنوس الطماطم حبة و الطماطم مصبرة و الثم و التوابل الطماطم مصبرة بدون بليطان و التوابل كذلك بدون بليطان في طنجرة فيها زيت يعني سخلة الزيت اضفت اللحم و البصل و الجزر و الحمص و الكصبر و المعدنوس و الثوم و التوابل بعد ما تقلوا جيدا اضفت الطماطم الحبة و الطماطم المصبرة و المرق يعني بالماء و نخلي المرق الشخشوخة يطيب بعد ما تشمخت جيدا الشخشوخة نضيف لها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون او زيت العادية اللي عندكم و يعني نمشي جيدا الزيت نخلي الشخشوخة تشرب جيدا الزيت نعاود نفورها المرة الثانية بهذا الطريقة اكيد ما رحش تتعجل لكم جربوها و خلو لي تعليقاتكم بعد ما فارت المرة الثانية راح نديرها في المرق يعني بعد ما طاب المرق راح نضيف الشخشوخة بعد ما فارت المرة الثانية نضيفها للمرق مباشرة و نخليها تتجمر في المرق على نار قليلة و المرق ما لازمش يكون بزاف يكون غير شوية هنايا وتعسوها فقط يعني المدة يعني كي تتجمر ماشي بزاف حوالي خمسة الى عشر دقائق بعد ما طاب التشخشوخة هاي لك النتيجة صدقوني ذوقوها رائع و ما تتعجنش تجيبنينا نتمنى تجربوها خاصة يعني بلحال المناسبات نتمنى اتعجبكم الوصفة و ادعموني ترجمة نانسي قنقر